نجاح جديد سجلته الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المحافل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية فقد أدرجت لجنته التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو أدرجت البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كمنطقة تعرف بقيمتها العالمية الاستثنائية قرار يؤكد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في مدينة الخليل ويسهم في حمايتها من المخاطر التي تهدد تراث المدينة بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويونسكو ادرجت البلدة القديمة بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي فيها على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر انضمت الخليل لمدينة القدس العتيقة وكنيسة المهدي ببيت لحم ومدرجات قرية بتير بوصفها مواقع فلسطينية على قائمة المنظمة قرار بحسب كثيرين يثبت الهوية الفلسطينية لهذه المواقع في وجه محاولات إسرائيل تهويدها أمر أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل من جهتنا هذه فضيحة فضيحة مخجلة لأننا نتحدث عن موقع ديني يهودي تاريخي به بدأ تاريخ الشعب اليهودي ومن غير المعقول في مثل هذه القضايا أن يحاول الفلسطينيون أن يخلقوا لأنفسهم تاريخا على حساب تاريخ الشعب اليهودي هذا ببساطة كذب لا علاقة له بالواقع رد الفعل الإسرائيلي الغاضب يدلل على حجم الإنجاز الفلسطيني الذي يسعى لحماية الحرم الإبراهيمي الذي سيطرت إسرائيل على القسم الأكبر منه وحولته إلى معبد يهودي وذلك بعد المجزرات التي اقترفها المستوطن بارخ جولدشتين عام 1994 فيما يرى الجانب الفلسطيني في هذا القرار سابقة مهمة يمكن تطبيقها على مواقع أخرى يعتبر انتصار للجانب الفلسطيني من ناحية الدبلوماسية ومن ناحية التاريخية باعتبار أن الجانب الإسرائيلي لديه رواية بهذا الاتجاه الرواية تعتبر أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو جزء من المدن التاريخية اليهودية الدينية وبالتالي اتخاذ هذا القرار هو رد من الجانب اليونسكو العالمي أن هنا تاريخ عربي إسلامي يجب المحافظ عليه هذا القرار بالحد الأدنى قد يساعد في حفظ الوضع القائم في هذه المواقع وحمايتها من التهويد لغاية نشوء الدولة الفلسطينية المستقلة قرار اليونسكو خطوة هامة نحو تثبيت الحق الفلسطيني دوليا ورغم كونه انتصارا دبلوماسيا لافتا إلا أنه على الأغلب لن يكون له تأثير على أرض الواقع فالقدس وأصوارها انضمت قبل الخليل للائحة اليونسكو وما زالت تعاني التهويد نضال كان يعني سكاي نيوز القدس معنا من رام الله الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البلغوثي أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى البلغوثي إلى سكاي نيوز عربية وورفة الأخبار بداية كنت أتابع ردود فعلك وملامحك عندما كنت تستمع للتقرير قبل قليل لعل تعليق المسؤول الإسرائيلي أدهشك عندما تحدث عن محاولة الفلسطينيين لخلق التاريخ مفبرك لهم على حساب التاريخ اليهودي هذا القرار برأيك على ماذا سيساعد أولا بداية الحرم والخليل والمدينة القديمة القرار مهم جدا لأنه يثبت حق تاريخي للشعب الفلسطيني وحق تاريخي للعرب والمسلمين في مدينة الخليل يمثل إدانة فعلية لنشاطات الاستيطان التهويدي الجارية في المدينة وأهم شيء هو مساهمة في كشف نظام الأبرتايد العنصري الذي يتجسد في مدينة الخليل بأبشع وأوضح صوره من النحية السياسية طبعا لن يغير الواقع فورا ولكن هذا يمثل نقطة تضاف إلى النقاط التي يسجلها الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل ونحن نعرف أننا سننتصر في معركتنا مع إسرائيل ليس بالضربة القاضية وإنما بتسجيل النقاط المتواصل لكن من ناحية أخرى هذا الانتصار أنا كنت أتابع الجلسة بالتفصيل وسعدت عندما حصلنا على أصوات أكثر مما كان مطلوبا حتى ولكن رد الفعل الإسرائيلي العنيف والعصبي والمبتذل في الواقع عندما وصل الأمر بالمندوب الإسرائيلي أن يقف أمام كل المؤتمر ويدين حتى من صوتوا إلى جانبه ويقول أن المجاري في بيته والانشغال بها أهم من انشغاله بهذا اللقاء في اليونسكو يعني هذا المستوى من الابتدال الذي أضاف إليه نفتالي بنت والوزراء الآخرين مثل لبرمن تصريحات من طراز أن اليونسكو كلها معادية للسامية وأن الأمم المتحدة كلها كاذبة هذه ردود الفعل العصبية الإسرائيلية تدل على إيش؟ تدل على أن الأسلوب الإسرائيلي بفرض الرواية المزيفة وتزييف التاريخ واستخدام الإرهاب وابتزاز مشاعر الناس بسبب مسألة الهولوكوست كما حاول أن يفعل المندوب الإسرائيلي فشلت جميعها والحق قوي جدا والاستنتاج الثاني المهم جدا هنا أننا كفلسطينيين يجب أن نواصل هذا النهج يجب أن ننتظر نتائج المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة مدامة الولايات المتحدة هي الوسيط ويجب أن نشن هجوم دبلوماسي في كل مؤسسات الأمم المتحدة وليس فقط في اليونسكو هناك عشرات المؤسسات التي لم تنضم لها فلسطين بعد ويجب أن تنضم لها ويجب أيضا القيام بالإحالة الفورية لمحكمة الجناية الدولية إحالة إسرائيل إلى محكمة الجناية الدولية أسلوب هذه المقاومة السياسية مجدي وفاعل ومؤثر ويجب استخدامه بكل الوسائل فعلا دكتور بين كل فترة وفترة تحقق الدبلوماسية الفلسطينية نجاحات مهمة في الأمم المتحدة وهذا مهم هناك حديث من مسؤولين فلسطينيين عن احتمال حماية وعلى الأرض لهذه الحرام وغيره هل استفادت المناطق الأخرى التي وضعت تحت المناطق المهددة للتراث الفلسطيني السابقة مثل المدينة القديمة في القدس أو كنيسة المهد هل استفادت من هكذا حماية حتى نتوقع أن يكون هناك مراقبة على الأرض هنا أيضا لا لن يحدث ذلك لأن إسرائيل حتى منعت وهذا ما ورد اليوم في مداولات اليونسكو حتى لجنة الفحص لجنة فحص الحقائق التي حاولت أن تأتي لتبحث في إمكانية إضافة الخليل للتراث العالمي منعت من الوصول إلى فلسطين ومنعت من الوصول إلى الخليل وقبل ذلك كل من دبيل أمم المتحدة منعوا من الوصول إلى فلسطين بما في ذلك كل مفوضين حقوق الإنسان دون استثناء حتى اليهود منهم مثل ريتشارد فولك بالتالي لن تسمح إسرائيل بوجود خارجي دولي والوجود الوحيد الذي سمحت به وجود غير مؤثر وهو وجود المراقبين ما يسمى بالتف وهؤلاء طبعا كان يجب أن يكونوا يمثلوا وجود دولي فاعل بعد مجزرة الخليل ولكن للأسف انحضر ذلك إلى مستوى ليس له تأثير حقيقي الوجود الدولي الوحيد الذي حققناه بقوة هو الوجود الشعبي عبر حملة الحماية الشعبية الدولية للشعب الفلسطيني واليوم إسرائيل اتخذت في برلمانها يوم الاثنين الماضي قرارا بمنع أي متضامن مع فلسطين يدعم المقاطعة ويدعم فرض العقوبات على إسرائيل من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية ولكن هذا لن يؤثر في جهودنا أنا برأي الحماية التي نستطيع أن نخلقها حماية شعبية التأثير السياسي والمعنوي مهم جدا لهذه القرارات ويجب الاستمرار بها ولو لم تكن مؤثرة لما أصيبت إسرائيل بحالة السعار التي نراها الآن على لسان المسؤولين الإسرائيليين وفي الصحف الإسرائيلية بالتالي هذا شكل من أشكال المقاومة الكفاحية المؤثرة الذي يجب الاستمرار به طيب الآن إذا حاولنا أن نفهم نقطة الاعتراض الإسرائيلية إذا كان فيها منطق لعله فيه مواضيع مهمة جدا عند المندوب الإسرائيلي كما شرحت أهم من هذا الموضوع قبل قليل عندما يتحدث أن هذا هو خلق لتاريخ لشعب من خلال تصويت في الأمم المتحدة هل المسألة بسيطة إلى هذه الدرجة؟ كان الفلسطينيون محتاجين لهذا التصويت في الأمم المتحدة حتى يثبتوا أن هذا هو تاريخهم وهذه هي أرضهم؟ لا لسنا محتاجين لذلك وتاريخنا معروف والعالم كله يعرفه والعالم كله يقول أن الأراضي المحتلة يجب أن تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي والعالم كله يدين الاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي لكن ما يقوله المندوب الإسرائيلي يجب أن نفهمه بشكله صحيح هو يقول أننا نريد أن نخلق تاريخا ولكن هو في الواقع يحتاج على أن إسرائيل فشلت في تزييف التاريخ كل محاولات إسرائيل موجهة لتزييف تاريخ القدس لتزييف تاريخ فلسطين للإدعاء بأن اليهود موجودين في هذه الأرض قبل الفلسطينيين وهذا إدعاء باطل وغير صحيح للإدعاء بأن سيدنا إبراهيم هو والدهم وحدهم وليس والد الفلسطينيين أيضا والعرب يعني طبعا هناك عملية تزييف خطيرة للتاريخ يقوم بها الإسرائيليون وهذه المؤسسات الدولية ترفض عملية التزييف وتفضح في الواقع عملية التزييف بقراراتها وهذا ما يزعج الإسرائيليين تاريخنا ليس بحاجة لخلق لأنه موجود إنما التاريخ المزيف الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه هو الذي ينقض في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لضيفنا من رمالة الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي